هي ما هي رومية من المدينة المنورة قول من النوبة من السودان قول جابوها سبيا لو كانت متربية عندهم قول هذا التضارب يجعلنا لا نعتقد بما تعتقدون استغلوا هذا الغموض لانكار وضرب العقيدة المهدوية احنا في المقابل شنو نسوي طبيعي نلقى ان هناك نراه جوما فشنو لازم نسوي دفاع نحن نريد ان نتكلم هنا في آلية الدفاع الصحيحة فان البعض من الباحثين الكرام لاجل ان يدافع عن السيدة نرجس وعن ابنها صاحب الزمان الرواية اللي عليها اشكال قال يا اخي مو لازم احنا نتمسك بيها نضربها نرميها نتمسك برواية اخرى ما عليها اي اشكال ولا عليها اي مشكلة وهو جهد مشكور حقيقة ومحاولة للدفاع لكننا نقول هنا نضع ملاحظة مهمة نسف ما عندنا يجب ان يكون على وفق دراسة وبعد نظر حيث لا يصح ان نرفع يدنا عن اي شيء اوصله الينا علماؤنا اوصله الينا علماؤنا الا بعد التأكد من عدم جدواه لن نستعجل يعني بعبارة اخرى يا اخوان من عصر الغيبة الصغرى الى الان في كل جيل يمر هناك علماء عظام لهم هم وحرص على ايصال المعلومة الصحيحة ما كانوا عشوائيين ولا غوغائيين ولا قلة ذكاء عندهم ولا قلة خبرة عندهم خصوصا في الاخبار التاريخية كل ما كان العالم قريب من الخبر التاريخي نثق به اكثر من اللي يجي يقيم خبر ويرد خبر بعد الف واربعمائة سنة صح لو لا انت الان واحد معاصر لزمان الحادثة عندك خبر من عندك وواحد يجي بعد الف سنة يضع علامة اشكال على هذا المعاصر للحادثة شلون قال هالشكل المنطق يقول بعد الف سنة ما رح ينتقلك الخبر بكل ظروفه وحيثياته حتى انت تدرس الخبر بكل جوانبه رح ينتقل اليك الخبر فقط من غير معرفة الظروف المحيطة به لذلك رح تستلم الخبر خالي من الظروف فرح تتولد عندك اشكالات هذه الاشكالات ما يصيب ترد بيها الخبر الا بعد التأكد من ان هذا الخبر سقيم انا ليش جبت هالكلام الرواية المشهورة شهرة عظيمة في هوية السيدة نرجس هي رواية مفصلة دأب الناس على قراءتها في مولد الامام الحج سلام الله عليها انها سيدة من الروم نرجس بنت يشوع او يسوع ابن قيصر ملك الروم اشلون اجت في قضية مفصلة لما ارادوا ان يزوجوها من ابن اخ جدها وكانت بعمر الثالثة عشر خلاصة تساقطت الصلبان حاولوا مرة اخرى ايضا سقط عمود فاغمي على هذا الخاطب رأت في الرؤية كأنما رسول الله صلى الله عليه وآله يخطبها من من المسيح عليه السلام وشمعون جالس والحواريين لأنها من طرف الام نسبها يمتد الى الحواريين يخطبها لاجل ابنه ابي محمد الحسن العسكري ثم تتوالى الاحداث ويصير غز بين الروم والمسلمين وهي تهرب ثم تقع عند بيد الجنود يبيعوها في بغداد يأتي بشر ابن سليمان النخاس من سام الراء مبعوث من قبل الامام الهادي يشتريها من بغداد ويجيبها يدفعها الامام الهادي الى السيدة حكيمة لتعلمها علوم الدين والشريعة ثم تتزوج من الامام العسكري فتلدن الجسم هذه الحادثة المشهور المعروفة هذه الحادثة تعرضت لكثير من علامات الاستفهام اريد انشوف هذه علامات الاستفهام في محلها او لا ونظرا اعيد اكرر نظرا للأسباب التي قدمتها في الصعوبة التي يواجهها الباحث حين البحث عن امهات المعصومين فنحن هنا لا نريد ان نجزم ونقطع بشيء لاننا نؤكد على ان القضية غامضة لكن نريد ان نعرف ان هذه القصة قصة خرافية لو لا قصة معقولة ومقبولة وفق الموازين الاشكال الاول قالوا هذه الرواية ضعيفة السند بها مجاهيل انت شلون تبني خبر الامام ام الامام العسكري ام الامام الحج السيدة نرجس على خبر ضعيف ضعيف الخبر وبالتالي الخبر الضعيف يركن اليه ما يركن اليه الجوا اولا بغض النظر عن الخبر ضعيف لو مو ضعيف هذا الخبر وين شفناه وين موجود موجود عند اساطين بعضهم كان في الغيبة الصغرى اش رايك مثل الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة الشيخ الصدوق من علماء الغيبة الصغرى كم بينوا بين الحادثة بالله عليك غيبة الصغرى كم بينه وبين الحادثة وينقل لك هذا الخبر خب اذا كان اكذوبة وخرافة هو اعرف من غيره اذا كان كاذبا الخبر قريب من الحادثة من الواقعة ومثل الشيخ الصدوق لا يهرف بما لا يعرف حاشاه من بعده من اعلام القرن الخامس الشيخ الصدوق متوفي ثلاثمائة وثمانين ثلاثمائة وواحد وثمانين اعلام القرن الرابع من بعد القرن الخامس الشيخ الطوسي ذكر القضية ايضا من المعروفين من المعروفين بانهم يعتمد عليهم في نقل هذه الامور ابن شهر اشوق في المناقب الحر العاملي في اثبات الهدات يعني اسماء رنانة مو شايف للرواية في كتاب رجل معاصر عمره مثلا خمسين ومئة سنة وجاء بالرواية وما نعرف منين جايبها لا لا الكبار الكبار كان عندهم هذا الخبر متداول هذا واحد اثنين اثنين هذه الرواية المشهورة اللي بيها هذا الكلام تؤيده زيارة السيدة نرجس زيارة السيدة نرجس ذكرها السيد بن طاوس وذكرها المزار المشهدي في المزار وذكرها الشيخ المفيد كما نقل الشيخ المجلسي في البحار بعض نصوص زيارة السيدة نرجس شنو تقول اقرالك السلام عليك يا شبيهة ام موسى وابنة حواري عيسى نفس مضمون قصة بشر السلام عليك ايتها المنعوتة في الانجيل المخطوبة من روح الله الامين ومن رغب في وصلتها محمد سيد المرسلين بلسل الله 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 فنفس أحداث قصة بشر أنه شلون رأت في المنام وقد خطبت وكذا موجود في الزيارة هذا يعضد هذا الخبر حتى لو تقول لي ضعيف يعضد تقول لا يمكن هذه الزيارة مو لسان معصومي يمكن رتبها أحد العلماء أقول لك مثلا من رتبها المشهدي على العين والرأس المشهدي خب ما يرتب الزيارة أو الشيخ المفيد يرتب ألفاظ زيارة من أوهام والأجيال لتزور السيدة نرجس بهذه الألفاظ السيدة بن طاوس إذا كاتبها خب ما يرتب من أوهام يرتب من حقائق مثل ما تقف على قبر السيدة زينب سلام الله عليها تقول السلام عليك يا جبل الصبر مثلا يعني وهم أن زينب جبل الصبر موهم حقيقة حتى لو ما قال المعصوم هي جبل الصبر فلابد أن هاي حقائق مو لعبة تصطير حاجة كل هذا ما يهمني هذا كل محاولة لتقوية الضعيف كل هذا ما يهمني شوف اش راح أقول الآن يعضد هذه الرواية المشهورة للسيدة نرجس أنها جاءت من الروم خبر صحيح السند خبر صحيح السند انتهت القضية هناك خبر صحيح السند من من هذا عن الفضل بن شاذان عن محمد بن عبد الجبار قال قلت لسيد الحسن بن علي يعني العسكري يا ابن رسول الله جعلني الله فداك أحب أن أعلم من الإمام وحجة الله على عباده من بعدك فقال إن الإمام وحجة الله من بعدي ابني سمي رسول الله وكنيه الذي هو خاتم حجج الله وآخر خلفائه قلت ممن هو يا ابن رسول الله قال من ابنتي من ابنتي ابني قيصر ملك الروم بسطر واحد الإمام بخبر صحيح عضد خبر بشر بن سليمان إذن الرواية مو خرافة الرواية مو بالحلم مو بس أكذوبة مو قصة سيناريو منظم لا لا فعلا إلى أثر وما نحن عليه ودرجنا عليه ودرج عليه آباؤنا وأجدادنا وقامت عليه المصادر من ذكر قصة السيدة نرجس مو حتي فارغ حتي مؤيد بذكر علمائنا الكرام العظام زيارة السيدة نرجس والخبر الصحيح المذكور أمامكم هذا الإشكال الأول الذي يقول إن خبر أنها جاءت من الروم ضعيف إشكال ثاني أذكر بعض الإشكالات الأساسية وإلا أكو بعض الإشكالات جدا تافية إشكال الثاني قال هذا الخبر دقق بالله وإياي شوية حتى أختم قالوا هذا الخبر معارض بأخبار أخرى تقول بأن السيدة حكيمة تقول هذه ولدت في بيتي وربيتها عندي نرجس اسمها نرجس جارية ولدت عندي وأنا ربيتها فهي ربيبة بيت النبوة ما جت من بره فكيف نجمع بين هذا الخبر وخبر أنها جاءت من الروم الجوال أن هذه الأخبار التي تقول أن السيدة حكيمة ربتها عندها وولدت في دارها كلها مراسيل أخبار مراسيل ما معروفة السند هذا من جهة ومن جهة أخرى شدة الاحتياط البيت العلوي شدة احتياطه على السيدة نرجس تدري كان البلاط العباسي يبعث بنساء جاسوسات يطلعا دائما على نساء الإمام عندهم كان العباسيون خبر يقيني أن القائم عجل الله فرجه الشريف ابن للحسن فكانوا يحرصون على أن لا يولد له مولود لذلك سجن الإمام محاولات اغتيال كثيرة لأجل أن لا يولد له مولود زعمت العصابة أنه سينقطع نسلي كيف رأو صنع القادر في مضمون رواية الإمام العسكري عليه السلام فمن الطبيعي أن مولاتنا حكيمة عليه السلام تحاول أنها تتستر على السيدة نرجس لا يكون مظهر غريب أن مرى فتاة جاية من بره جديدة رح يزوجوها للإمام العسكري لا كانت تبين مو بعيد أنها كانت تبين أن هذه من نفس البيت ومتربي عندهم مو شي جديد ولا شي غريب فيمكن الجمع بينها وبين رواية بشر ابن سليم إشكال رقم اثنين هناك روايات تقول إن أم الإمام الحج سلام الله عليها سلام الله عليها وعليه هي ليست من الروم وإنما هي من النوبة من السودان ولذلك هي أساساً كانت سمراء والإمام الحج أسمر من خلال أمه شنو الدليل؟ قالوا قول الإمام سلام الله عليه بأبي الإمام الرضا بأبي ابن خيرة الإماء النوبية الطيبة ثم يكمل الإمام سلام الله عليه يكمل كلامه في الرواية يكون من ولده الطريد الشريد الموتور بأبيه وجده صاحب الغيبة أتصور إذا أنت سمعتها العبارة بأبي ابن خيرة الإماء وين ينصروا في ذهنك رحم الله والدك هذا مو في الإمام الجواد هذا في الإمام الجواد مو في الإمام صاحب الزمان والنوبية الطيبة هي أم الإمام الجواد هذا هو المعروف هذا الذي فهمه علماؤنا لكن الإمام يكمل يقول ترى أك من ذرية ابن الإمام الجواد من ذريته ابن ابنه رح يكون طريد شريد مغيب حتى يقول الناس هلك في أي واد سلك فالكلام مو عن الإمام الحج بأبي ابن خيرة الإماء الكلام عن الإمام الجواد ثم بيّن الإمام أن من أولاد الجواد من سيكون مغيبان فحصل لبس وتوهم أن الإمام الحج أم نوبية لا يوجد شيء يعارض الرواية الأولى ومع ذلك أحنا لا نصر نقول هذا مما لا نعلمه يكفي أن نعلم أن السيدة نرجس مكانتها عظيمة عند الله والله لا نجزم بشيء لكن الذي يدعونا إلى هذا البيان هو اتهام الرواية الأولى بالخرافة هي ليست خرافة بل مؤيدة ببعض الروايات الصحيحة السنة ويكفي في فضلها وشرفها ومكانتها أنها أم أن رحمها استحق أن يكون مجمعا لشخص هو مجمع الكمالات كما قلت لك البارحة صاحب الزمان مجمع كمالات الأنبياء مجمع كمالات الأوصياء والذي تكون أم والذي يكون هكذا ما شأن أمه على أي مقام أم التي تستحق أن تصير في رحمها هذا المولود العظيم أمل البشرية الرواية ينويها رويها الشيخ الصدوق قص الإمام العسكري على نرجس عليها السلام ما سيجري من بعد رحيله وأن أمه سيدة سليل راح تجي من المدينة ورح تتولى الأمور وتتولى النيابة الخاصة وأن ولده سيغيب عن الأنظار وأنه ستكبس دار الإمام ستحبس الجوار فبكت مولاتنا نرجس والتمست رجت من الإمام رجاء قالت له أدعو الله أن يقبضني إليه في حياتك أريدك أنت سيدي أبو محمد أنت تغسلني وأنت تكفني وتصلي علي وتدفني ما أريد أشوف ضيم وضياع من بعدك فاستجاب الله له دعا لها واستجاب الله لها أمنيتها وتوفيت في حياة الإمام سلام الله عليه ودفنها وكتب على قبرها هذا قبر أم محمد لما كبست دار الإمام بعد ذلك أخذوا جارية على أساس هي باسم سقيل كانت قد تقمصت شخصيتها حتى بنفسها تدرأ الضرر عن البيت العلوي دعت أنها حامل وأخذوها وظلت سنة في السجن محبوسة في دارها مع رقيب عليها إلى أن فرت تدهور الوضع العباسي وفرت هي وأما السيدة نرجس فقد توفيت في حياة الإمام العسكري سلام الله عليه ترجمة نانسي قنقر